تعالوا بقى الناس اللي بتقول لي انا لسه خريك جديد ومش عارف اكتب ايه في يعني اسمح لي اقول لك حرام عليك. انت ممكن تكتب حاجات كتيرة جدا او احنا بنكتب حاجات كتيرة جدا. اول حاجة هي او معلومات التواصل انا دلوقتي بتاعك عجبني جدا. وحابة تواصل معك. هتواصل معك ازاي? طيب حد يقول لي كده دي ممكن تكون ايه? يعني ممكن اه نكتب ايه في الفون والميل مكان السكن البريد زي شكر يبقى دي محتاجين نكتب فيها اسمي ايه الاول? تمام? مش هو عشان لما الشخص يتواصل معي بعارف اسمي. طيب كتبت اسمي اه المفروض ان انا نكتب طبعا رقم تليفوني ممكن واحد او اتنين هيكونوا مناسبين جدا. محتاج اكتب الايميل بتاعي. ولو في بس ناخد بالنا. الناس اللي كتبت لينكد ان لو الاكونت بتاعك قوي او انت مجهزه هتكتبه. بس لو بالتابعية الاكونت بتاعك لسه انت مش مجهزه فاكيد مش هتكتبه. تمام? لان هو مش هيكون مفيد في الحالة دي. تاني حاجة بنكتبها هي الوبجيكتب او الناس كده بتسميها سامري بس احنا يعني الفورمال ان انت تكتبها اوبجيكتب. حد يقول لي كده الوبجيكتب ده ممكن نكتب فيه ايه? او هو اصلا مهم ولا لا? يعني ممكن نشيله ممكن نستغنى عنه ولا ممكن نسيبه. هو في ناس كتيرة جدا كتبت انه هو مهم وان ما ينفعش كمان ان احنا نستغنى عنه. في الحقيقة الناس دي عندها حق. احنا فعلا ده من اهم الحاجات. وزي ما انتم قلتوا كده. اه ده بيدي انطباع اولي. ده اول حاجة لشخص بكراها في بتاعي. والوبجيكتب ده عشان نكون واضحين. اللي حابب يعني يكتب الكلام ده. انا بيكون غالبا من سطرين الاربع سطور كده. بكتب فيهم ايه? بكتب فيهم ببساطة شديدة كده. السطور دي بكتب فيهم ملخص عني. لان الشخص بناء عليها لما هيقرأه. ممكن لو اه كتبته بشكل كويس هو ممكن اصلا ما يكملش السي بي بتاعك. هو خلاص عارف ان انت كده الشخص اللي هو عاوزه. ويبدأ يحدد معاك موعد لي اه المقابلة الشخصية او الانترفيو بحيس ان هو يشوف بقى بقية التفاصيل اللي هو عاوز يعرفه. لان زي ما احنا عارفين كده السي بي ده ببساطة شديدة الاتش ار بيبص عليه عشان يشوف هو. الشخص ده ممكن ادي له جزء من وقتي بحيس ان انا اعمل مقابلة ولا احنا كده هبقى بضيع وقت بوقت الشخص لان هو ما فيش فرصة اصلا من البداية. تمام? فحضرتك لازم تكتبها. قلنا من سطرين الاربع سطور ما نحاولش نزود عن كده. بتوضح فيهم ثلاث حاجات. اه اول حاجة انت مين? تمام? وتتكلم عن الخبرات بتاعتك اللي ليها علاقة بالوظيفة دي. تاني حاجة هنتكلم عن اه اشمعنا المجال ده? انت ليه ليه المجال ده? تمام? او دي تالت حاجة. خلينا نقول تاني حاجة. تاني حاجة هو ليه الشركة تاخدك? وتالت حاجة هي اه ليه انت مقدم على الشركة دي? او ليه المجال ده بالذات? يعني هل حضرتك كاتب ده عشان بتقدم عايش شغله خلاص? ولا انت فعلا شايف ان انت عايز تشتغل في النقطة دي او في المجال ده دون عن اي مجال تاني? طيب عايزين مثال. هنشرح الوبجيكتف داني وهناخد مثال عليه. طبعا. بغير الوبجيكتف طبعا. يعني لو لو مجال معين زي التدريب مثلا بما ان انا شغال في التدريب. هل هكتب نفس الوبجيكتف لو انا هشتغل مهندس زراعية او هشتغل اه في الهندسة الزراعية? اكيد لا. اكيد لا. لان الاتش ار لما هيقرأ الحاجات دي هيشوف انت مناسب للوظيفة دي ولا لا? فبالتابعية? بالزبط كده يا لو جاي. فبالتابعية انت محتاج توضح له ايه اللي عند محمد? او اللي عند فلان ايان كان الشخص ده اسمه ايه? مناسب للوظيفة دي. وزي ما قلنا كده يعني مش عايز اقول لكم الاتش ار ما بياخدش اكتر من ثلاثين ثانية مثلا يبص على بتاعك وياخد قرار ازا كنت يعني هتدي لك وقت عشان نعمل مقابلة عمل او لا. طي انا عايز اعرف ناس كتيرة جدا لما بنيجي نقدم على وظيفة بنقول لك الناس بتقول لك ايه بعت ال سي في وناس بتقولي الرزميه طيب هو هو ايه الفرق اصلا? هو في فرق? الفرق ما بين ال سي في وي الرزميه. ال سي في ده حضرتك بتكتب فيه كل حاجة عنك. كل حاجة بمعنى الكلمة. تمام? وده يعني الاختراع الفكرة دي شخص استغلالي جدا لان هو ال سي في ده منتشر جدا في بريطانيا عمتا لان هو بيشوف ايه ان حضرتك دلوقتي عندك حاجات كتير صح? فانا لما شوف ال سي في تاعك ممكن ده المعين تلات اربع معظفين انا ممكن اعين اتنين بس لو في شخص بيقدر يعمل اكتر من مهمة. فبالتابعية هو بيوفر للشركة. الرزميه وده بيستخدم اكتر في امريكا? انا عايز وظيفة معينة فحضرتك بتقول لي ايه الحاجات اللي انت بتعملها مناسبة للوظيفة دي وبس. امريكا وكندا بالزبط كده. تمام? ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها? اه او الحاجات اللي عندك مناسبة للسي في ده بس او للوظيفة دي بس بعيدا عن الحاجات التانية. تمام? طيب احنا هنا بالنسبة للناس او بالنسبة لمصر في ناس بتخلط كتير جدا بينها او معظم الاتش ار بيقول لك سيند يور سي في. عادي جدا انت هو ممكن يكون اصبر زميع بس كتب لك السي في عشان ده الشائع عندنا في مصر. ان هو بيقول لك ايه احنا هنبعت السي في. فده ايه الحاجة اللي ده رجع عندنا. طيب يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الاتنين. حضرتك لما تيجي تبعت تبعت ايه? نرجع تاني. هبعت سي في ولا هبعت ريزمي. هبعت ريزمي. هو مبدئيا كده احنا يعني هو ما بيكونش فيه فرق كتير ما بين الاتنين لان هو حضرتك كل اه اللي حضرتك بتكتبه وما بيتعدش صفحتين تقريبا. تمام? طيب. كتبت الشخص ممكن يتواصل معي ازاي? كتبت الاشياء اللي يحتاجها الشركة. ماشي. خلينا كده نقول الوبجيكتيف. الوبجيكتيف هنا لو انا جيت كتبت بالزبط كده او لو الناس بيحكوها بالزبط كده في ناس بالفعل بيبقى عصدوهم بس هما بيقولوا عليها او بيقولوا عليها اه اسم مغلوط. خلينا ناخد مثالك. لو انا اه كتبت في الوبجيكتيف عندي او خليني اكتب لكم على التشات. طيب بتاعي حضرتك بتكتب طبعا الكلية صحي كده. السنة التخرج لو انت خريج. وبتكتب تحت الناس اللي شغلها او كلياتها عملية. ممكن تكتب مشروع تخرج طبعا لو كلياتك مش عملية. اه فمتهقلش ان الموضوع ده هيفرق قوي في حتة الاختيار. يعني لو حضرتك شغال اه لو حضرتك مهندس مثلا حضرتك اه ناس اللي شغالها في البقية تكنولوجي لو انت عامل مشروع تخرج ليه علاقة بالمجال اللي انت هتقدم فيه هتكون حاجة كويسة جدا ان انت تكتبه. طيب نيجي السؤال كمان اكتب الجريد ولا لا? لو جيد في ما فوق ماشي ممكن تكتبه. لو اقل من جيد بلاش. تمام? لان زي ما قلنا الشخص هياخد انطباع اولي عني فانا اه مش عايز ادي له انطباع ساي ولما روح المقابلة اقدر ازبط له قدقي ان انا شخص مؤهل جدا للوظيفة دي وانا قاعد معاه في المقابلة الشخصية. دي قاعدة مع بعض. اي حاجة هتخلي يفكر ما بديكتبهاش. زي ان هو ممكن يفكر ان انا شخص مش متفوق دراسيا او ممكن ياخد انطباع ان انا شخص اه يعني ممكن نقول اه مش ما قدرتش يحقق مثلا نجاح اثناء الدراسة. فاي حاجة هتخلي ياخد انطباع او هتخليه فكتر وكل شخص بيفكر بقى حسب تفكير ويعني اكيد تفكيري مش زي تفكير حضرتك. مش زي تفكير اه سيف الدين مش زي عبد الحميد. كل واحد ليه طريقة تفكير معينة. فاي حاجة هتخلي يفكر ممكن ياخد قرارات. جناعا عليها انا مش اكتب. تمام? طيب لو حضرتك بقى آآ بتدرس دراسات عولية مسلا عامل ماستر او عامل آآ دكتوراه. هتكتب الاول وايه التاني طبعا الاحدث بيتكتب الاول. اي حاجة في قعدة سبتة. الاحدث بيتكتب الاول بعد كده الاقدم فالاقد. تمام? طيب ده كده بالنسبة للاديوكيشن. او خبرات العمل. المدرسة مدرسة ايه? اكيد مش هنكتب المدرسة. وحضرتك آآ خريج جامعة فبتكتب باكيرجليوس دي كده. تمام? اكيد مش هتكتب المدرسة لان احنا قلنا احنا بنكتب له الحاجات اللي هو مهتم بيها. طيب خلينا نفكر بشكلة يعني سيبك من كلامي انا هل المدرسة دي? آآ هستفاد ايه? هستفاد ان انت لو كنت في مدرسة معاينة ده ممكن يخليك شخص مناسب ولا لا? ده سؤال انا حابب انتو تجاوبوا علي. احنا دلوقتي هنفكر كأتش آر وكأصحاب بيزنس. هيفرق معي? لا. يبقى مش هكتبه. تمام? بالضبط. انا بكتب له الحاجات اللي وريه بيها ان انا استهل ان انا اخد وقتك ولما ععد معاك نبدأ ان احنا نشوف ازا كنت شخص مناسب ولا لا. فاي حاجة مش هتقدم. الهدف ده مش هكتبه. تمام? لو حضرتك آآ كنت شغال فبتكتب الوظيفة بتاعتك اللي انت كنت شغلالها بحدد السنة تاعت الدراجة العلمية آآ آآ ممكن تحدد ان انت مسلا الدراسة كان مسلا من الفين وكزا الالفين وكزا. اي وظيفة? اي وظيفة? آآ عادي جدا. تمام? لان ده بيدي انطباعة ان انت شخص زي ما قلنا كده في الاول شخص شخص بيتحرك شخص بتاع شغل آآ اي وظيفة ممكن تكتب اي وظيفة عادي جدا. قلنا هكتب فيها ايه? هكتب فيها بتاعي انا كنت شغال ايه? هكتب اشتغلت هناك من امتى لامتى? الفترة الزمنية. هكتب وصف آآ بسيط جدا انا كنت بعمل ايه داخل الشركة? ايه الوصف الوظيفي اللي انا كنت بعمله? واحيانا ممكن استغنى عنها لو حاجة معروفة مثلا لو انت كنت شغال لو انت كنت شغال فممكن اه تستغنى عنها او تكتب سطر صغير جدا. بعد جدا في حاجتين كده وارا بعد لو جدت ترجيع من الاتنين هيقول لك تدريب. طب ايه الفرق ما بين الاتنين? التدريب حضرتك بتاخدوا آآ ملوش علاقة بمجال الدراسة. تمام? يعني حضرت تدريب في استخدام برامج المايكروسوفت اوفيس. ده ترينيج والانترنشيب? ده ترينيج. تمام? الانترنشيب ده تدريب داخل مجال العمل. يعني لو حضرتك ازاي تدريب الصيفي روحت اتدرابتي في شركة معينة? آآ ده بيعتبر او بنسميه انترنشيب. طيب. يبقى كده الفرق ما بين الترينيج والانترنشيب عشان لما تيجي تكتب الترينيج ده ترينيج انت اخدته آآ خارج مجال دراستك. تمام? الانترنشيب حضرتها او تدريب حضرته داخل مجال دراستك. طيب احنا كنا بنقول اني محتاج اعرف او من ضمن الحاجات اللي انا محتاجها في شخص ده انه هو يكون بيتعلم. ده اشوفه ازاي في السي في. طيب الكورسز. آآ انا بنصح الناس ممكن تاخدوا دي كده عندكم. الكورسز حضرتك دلوقتي عشان انا اعرف ان انت شخص تتعلم بالطور من نفسك ولا لأ عندك رغبة ان انت تتعلم حاجات جديدة فانا هعرف في الحمل ايه? الترينيج اللي حضرتك بتاخده الكورسز. حلو قوي. في حد قال لي محرم شكرا يا محرم. الكورسات الانلاين. الكورسات الانلاين طبعا 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 بنكتابها من ضمن الكورسز. ودي من ضمن الحاجات آآ اللي بتكون حلوة جدا بالنسبة لي ان انا شوف ان شخص ده بيكتهد وبيدرس مش بس بيحضر كورسات آآ مدفوعة ممكن كمان ان هو يكون بيدرس اونلاين. لان حضرتك في الدراسة الانلاين في اماكن كتيرة جدا. في اماكن كتيرة جدا. تمام? آآ بتخليك او بتدي لك شهادات يعني من جامعات خارجية وانت قعد في بيتك قدام اللاب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك بتذاكر. زي ايه? زي كورسيرة زي يوديمي خلينا مش عارف لو في سلايد كنت تكاتب فيها الحاجات دي. طيب دي من اكتر الاماكن المعتمدة او لو بتقدم محتوى محترم جدا ممكن انت تدرس فيها موكس او تدرس فيها اونلاين كورسيز. زي كورسيرة زي ايديكس يوديمي تيوتر ليرن ليندا. وفي مواقع برضو بتكون عربية. زي ارواق وادراك. في موقع تلع آآ جديد. موقع كويس جدا بس مش فاكر اسمه دلوقتي. آآ كان اسمه ايه? مهارة تجد برضو دي حاجات كويسة جدا حلو ان انتو بتتشارك خبرات مع بعض. آآ ينفع. ايوة شكرا يا زيند. آآ ينفع برضو من ضمن الحاجات اللي بتقدم محتوى عربي آآ كويس جدا تقدر انت تستفد منه. فدي كده معظم الحاجات اللي احنا آآ ممكن نشتغل علينا فيها او ممكن ان انا نستخدمها. كورسيرا انت بتاخد اصلا شهادات آآ من جامعات يعني معظم الكورسز اللي في كورسيرا. بتكون جامعات خارجية وبروفيسورز هما اللي بيقدموا المحتوى ده. لكاترة جامعين هما اللي بيقدموا الكورس او المحتوى ده وبيكون باسم الجامعة وتاخد شهادة باسم الجامعة في الاخر. قلنا الكورسز وقلنا ان دي اونلاين او اوفلاين هتكتبها. اكتب بقى الخدتها امتى لو الكورسز بمجال غير التخصص نكتبها. آآ يعني مثلا مثلا من ضمن الكورسز المشهورة جدا على كورسيرا واكتر كورس ناس بتدخلوه هو او ازاي الانسان بيتعلم. بيتكلم فيه بشكل دقيق جدا. آآ الانسان بيتعلم ازاي ليه بنسوف ايه هي الليرنينج إلوشانز ليه ممكن اكون قاعد في محاضرة مثلا وبعد ما ما وحس ان انا فاهم كل حاجة ولما روح وجه طبق او احل اجزامز عليها قليل نفسي مش فاكر اي حاجة او مش عارف احل آآ هل دي ليه علاقة بمجال دراستي لا بس لو كتبتها تكون حاجة حلوة جدا. هوضح له ان انا شخص باهتم بنفسي وباهتم ان انا اطور من نفسي. اسم الكورس ليرنينج هاو تو ليرن. تعلم كيف تتعلم. اكتبها لكم مع الشات. طيب آآ على فكرة المواقع دي كلها بما ان حضرتك طالف في حاجة بتقدمها اسمها تمام? او دعم مالي. لو حضرتك طالف فانت بتملى آآ فورم كده او بتملى على كورسيرا. هبعث لكم ده كله باخر المحاضرة جامعة ما تقلوش. حضرتك تقدر تملى كده بيقعد خمستاشر يوم وبيردوا عليك. منصة كورسيرا. تمام? فبتوضح له بتقول له والله انا طالب انا شخص مش شغال فما عنديش نظر داخل. وحابب ان انا الكورس ده هيفتني في مجال عملي او مجال دراسي وحابب ان انا اخده فور فري. آآ وغالبا هيقبالك لما ما فيش حد بيترفت يا جماعة خالص. آآ فاي طالب بيخش بيقدم على آآ او دعم آآ مالي للكورس ده بياخده. ما فيش حد بيترفت خالص. طيب دي الكورسز حد عنده مشكلة في موضوع الكورسات. فالترينج اللي بيكون فيه جزء عملي او بيكون فيه شغل تقني اكتر. الكورسز بيكون الغالب عليه الحاجة النظرية. تمام? انا ممكن قلت مسل اغباطكم شوية هو لو حاجة مثلا في المايكروسوفت اوفيس. آآ فده ممكن يكون آآ كورس مش ترينج. لو حاجة مثلا الناس اللي بتشغل في الهندسة لو حاجة زي الكاد هيبقى كورس مش ترينج. بس لو حاجة بتعمل فيها شغل عملي. آآ هتدخل تحت الترينج. اوعى تكتب حاجة في السي مش صح. او اوعى تكتب اوعى تكتب من الاخر كده ما تكتبش حاجة انت ما عملتهاش. لان هيظهر ولو ما ظهرش لو هنفترض ان الاتش ار معارفش الحاجة دي. بعد شغلك لو اكتشف ان انت آآ كتبت له حاجة في السي بي. والحاجة دي مش صح. هو ليه الحق ان هو يفصل لك عن العمل? تمام? ليه الحق ان هو يفصل لك عن العمل? الناس بقى اللي قاعدت تقول لي طيب التطوع الانشطة الطلابية ده كله اكتبه ولا لا? طبعا نكتبه. بنجمع ده كله كده تحت بان دي واحد بنسميه الكلمة الرزلة دي اللي انا كل شوية بتلغبط فيها او الانشطة الخارجية. تمام? دي اي حاجة نشط طلابي او يعني اي حاجة تطوعية بنكتبها تحت البند ده. كمان لو حضرتك آآ بتدخل مسابقات مسلا وحققت فيها انجازات ممكن تكتبها تحت نفس البند ده. البند ده من اهم البنود الموجودة وزي ما قلنا لو نفتكر كده مع بعض قلنا انه من ضمن الحاجات اللي انا محتاجها ان يكون الشخص ده بيشتغل في فريق. ان يكون الشخص ده عنده قدرة على التواصل او ان هو يتعامل مع الناس ويوصل فكرته بشكل واضح ان يكون الشخص ده عنده ثقة في نفسه. طب الحاجات دي اعرفها ازاي? لو انت قلتلي ان انت كنت في نشاط طلابي او حاجة تطوعية فبالتابعية انت كنت بتشتغل في فريق. فانا خدت انطباع ان الشخص ده عنده مقدرة ان هو يشتغل في فريق. خدت انطباع ان الشخص ده قادر ان هو آآ يكون ملتزم او ان هو بيحب آآ يعمل حاجات مفيدة في حياته زي قلنا حتة فبيدي انطباعات رهيبة رهيبة رهيبة. اي حد موجود معنا دلوقتي ما عندوش ولا خبرات طوعية او لازم تفكر دلوقتي تشترك في حاجة وتكون الحاجة دي انه بيهتم بالتيمورك طبعا مش ان هو بس بيهتم ان هو بالفعل اشتغل في فريق. هو ده طبق مش اهتم بس. فحضرتك ابدأ شوف ايه اللي انت ممكن آآ تطوع فيه في اماكن كتيرة جدا زي رسالة زي سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين رسالة بالمناسبة فيها انشطة كتيرة جدا. ممكن تختار ايه الحاجة اللي مناسبة ليك. ممكن تختار الحاجة المناسبة ليك. يعني مش حرطة تشترك في نشاط معين انت مش حبه. ممكن نشاط طلابي او آآ نشاط طوعي تكون حاجة انت بتحبها. طيب اللغة. لو حضرتك فاكر ان اللغة دي حاجة مش مهمة. حتى لو الانشطة دي مش معروفة ما هو هيسألك يا جماعة وانتو فاكرين الهر ده يعني. الهر ده مش شخص مغفن. تمام? حضرتك كتبتي لي حاجة. هقولك طيب. كلمني انت كنت بتعمل ايه في الحاجة دي. طب الموضوع ده فادك في ايه? فبالتبعية لما هروح له المقابلة. هو هيعرف ازا كان الحاجة دي مفيدة ولا لا. هو هيستفدي ان النشاط طلابي. هنرجع تاني لحتة الهدف. احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة بشكل عملي. الهدف ان انا كون موجود في مكان معروف? ولا ان انا يكون عندي ان انا بقدر اشتغل في فريق? ان انا شخص عندي مقدرة على التواصل مع الاخرين? ان انا شخص اجتماعي. الحاجات دي مش هي دي الهدف? اه هي دي الهدف. مش هتفرق بقى الحاجة دي مشهورة او لا. لو مش مشهور هو لما هيقعد معي هيشوف انا استفدت ايه من مشاركتي في النشاط ده? تمام كده? في حد عنده استفسار في النقطة دي? نخش على نكتب اللغة فقط ولا مستوى اللغة? طبعا هتكتب المستوى. الجوالة دي ان الانشطة طوعية اي حاجة انت بتعملها مفيدة للمجتمع مش بتتقاد عليها اجر ده حاجة طوعية. اي حاجة بتعملها مفيدة للمجتمع مش بتتقاد عليها اجر دي حاجة طوعية او ده نشاط طوعية. طيب اللغة. هتكتب طبعا اللغات يعني اللغات اللي انت بتتقنها وهتكتب درجة اتقانك للغة دي. لان في وظيف مسلا انت وتطلب ان انت تكون في الانجلس. فلو حضرتك مش مش هيكون مناسب ليهم او لو حضرتك كتبت له ايه يعني يعني ايه طيب طب انت يعني بتعرف تقرأ انجلس ولا بتتكلم انجلس طب ولو بتتكلم درجة الطلاقة بتاعتك قد ايه? دي حاجات كتيرة حاجات كتيرة جدا محتاجة ان انت توضحها. طيب يبقى اللغة كده الناس كتيرة جدا هتسأل سؤال با اكتب لغة الامة. طيب لو حضرتك بتقدم في وظيفة بتتطلب اللغتين فهتكتبها. لو وكمان لو حضرتك بتقدم في وظيفة برا مصر محتاج تكتب لغتك الامة ايه? بس جوة مصر وحاجة مش هيكون هم مش طالبين ان انت تكون متقن التحدث في اللغة العربية فانت يعني خلاص مش هتكتب يعني. تمام? الكمبيوتر سكيلز. الكمبيوتر فيه برامة كتيرة جدا بنستخدمها. يتهيالوكو ايه الحاجات الاساسية اللي انا محتاجها او محتاج الشخص يكون بيعرف يستخدمها في الكمبيوتر. من اهم الحاجات ان حضرتك تكون بتستخدم برامج الافيس. لان باي شكل من الاشكال فاي وظيفة انت ممكن تكون محتاج ان انت تعمل تقرير. او ان انت تقدم عرض لمشروع انت اشتغلته عليه وعايز تقرض النتائج بتاعته. فحضرتك هتعرض ده ازاي? مش عايز اقول لك كمان ان فيش حاجات كتيرة جدا لو انت عملتها بشكل تاخد منك وقت كبير جدا. انا مش عايز الشخص ده يقعد تامن ساعات بتاعته او التسع ساعات اللي بيعودهم في الشغل. آآ بيعمل مهمة تخلص المفروض ان هي تخلص ما ينفعش تعمل لي حاجة في تلات ساعات هي المفروض تخلص في ساعة. تمام? فبالتبع اي حاجة زي الاكسيل مثلا الناس اللي كتبت الاكسيل دي من الحاجات المهمة جدا. آآ دوال بسيطة جدا ممكن توفر عليك شهر بالساعات. يعني تكون حاجة ممكن تعملها في ساعتين تخلصها في ربع ساعة في مص ساعة. فده هيدي لك حتى لو حتى لو صاحب العمل مش هتفرق معها هتفرق معك انت. ليه تشتغل فترة اطول طالما تقدر تشتغل فترة اقل. فهم قصدي? يعني ده بيحصل عندنا في المكتب مثلا التين بتاعنا. محتاجين يعمل تقارير معينة. فييجي فلان يخلص في ربع ساعة. فلان التاني ده ممكن يقعد ساعتين تلاتة. فلان ده خلص في ساعة. فلان ده خلص في نصف ساعة. بيعتمد على ايه? بيعتمد على حاجة دي سكي المهمة جدا ليك انت اتعلمها سرعة كتابتك على الكيبورد بتوفر عليك وقت رهيب. في فرق ان انت تكون حافظ مكان الحاجات اللي انت بتكتبها وبتكتب بسرعة. في فرق ما بين الحاجات اللي انت آآ بتبدأ بقى كل شيء يتدور على الحرف ده ما كانوا فين. اكيد ده هياخد منك وقت آآ طويل جدا. آآ محتاج طبعا جنب الحاجات دي لو حاجة لها علاقة بشغلك. يعني لو حضرتك ديزينر عايز تشغل في التصميم فمحتاج تتعلم برامج التصميم زي الفوتوشوب الالستريتور الحاجات اللي هتكون لها علاقة بشغلك لو حضرتك مهندس بتشتغل على آآ بتشتغل على سري دي ماكس فانت لازم تكون متقن للبرامج اللي هتستعدك في شغل. تمام? طيب. في برضو بكتب درجة اتقاني للحاجة دي. بكتب انا بجينر ولا مسلا انترميديات ولا ابر انترميديات يعني انا مستوى ممتدق متوسط فوق متوسط خبير. تمام? ممكن تكتب لو انت يعني آآ في الحاجة دي. تمام? طيب. حد يقول لي كده سريعا. هو ايه الفرق ما بين والكونتاكت اينفورميشن? هو فيه فرق? الكونتاكت اينفورميشن زي ما تكلمنا كده? قلنا ان هي الحاجات اللي بتساعد الشخص ان هو يتواصل معايا زي اسمي رقم تليفوني الايميل بتاعي مسلا زي لو انا عامله بشكل كويس. معلوماتي الشخصية زي. مسلا تاريخ الميلاد الحالة الاجتماعية. آآ خلصت بالنسبة للشباب. خلصت الخدمة العسكرية ولا لسه? تمام? طيب. يبقى كده ده الفرق ما بين ممكن نكتب الفرق ما بينهم الحاجات الشخصية زي آآ مثلا السكن مثلا. آآ زي انت متزوج ولا لأ زي هل معك رخصة قيادة ولا لأ دي مهمة جدا فيه شغلانات بتتطلب ان انت يكون معك رخصة قيادة. تمام? هل انهيت الخدمة العسكرية ولا لأ بالنسبة للشباب او الاولاد? فدي اماكن لو واحد شغال مثلا في اماكن او شركات ممكن توفر عربية للوظيفة دي فانت محتاج ان انت تكون معك رخصة قيادة او الناس مثلا زي اللي بتشتغل في العلاقات العامة او بيحتاجوا ان هما يتنقلوا من مكان لمكان. فممكن لو انت مش معك عربية الشركة توفر لك عربية تستخدمها. فلازم يكون معك رخصة قيادة. انا ليه صديقي مهندس زراعي. اه نفس التخصصي برضو مكانة زراعية. بيشتغل ان هو في المحال بالالية. فبيطر ان هو يسافر محافظات لو فيه محلب هيركبه محلب آلي للابطار او كده او محلب الكتروني بيروح اه بيشرف على التركيب ده. فبيطر ان هو بيسافر دايما. فهل هيسافر مواصلات? طبعا لا الشركة بتوفر له عربية عشان يروح ويجيبيها. فآه محتاج ان الشخص يكون احيانا بحتاج ان الشخص يكون معه رخصة قيادة. طيب. الريفرانسز. الريفرانسز دي بقى بتكون لو حضرتك اتدربت في مكان ما وانا ما اعرفوش او عايز اسأل عنك انت ادائك كان عامل ايه? تكتب تاريخ ميلادك او ممكن تكتب تاريخ ميلادك في البرسونال انفورميشن. الريفرانسز دي عندك حاجة من اتنين او حلة من اتنين. ممكن بكتبها قبل الاخير. تكتب له ريفرانسز. لما حضرتك تطلب مني. حدا ان انا ادي لك ريفرانس للحاجة اللي انت عاوز تسأل عنها. وممكن تكتب اشخاص بتكتب مثلا الشخص الفلاني. اتدربت معاه فين او ايه المكان او ايه الشغل اللي ربطني بيه. ووسيلة التواصل واللي يكون رقم تليفون او ميل. ولازم لازم لازم ركز معايا في الحتة دي قوي. لازم الشخص دي يكون عارف ان انت كاتب رقمه او ايميله عندك. عشان ما يتفاجئش لما حد يكلمه. آآ آآ ويسأله عنك ما يبقاش الموضوع مفاجئ بالنسباله. وبرضه من ناحية الاخلاقية ما ينفعش اكتب رقم حد غير لما استأذبه. تمام? زي الناس اللي كانت بتقول لو في صيدلية مثلا اتدربت. ممكن هو ياخد انطباع عني. يسأل عني يكون عايز يعرف حاجة عن شخصيتي او يسأل كان شغلي عامل ازاي مع الفريق في الفترة دي. ده بيكون آآ حاجة كويسة جدا. ممكن انت تقول له والله لو حضرتك عايز ريفرنس لاي حاجة فده او لما حضرتك تطلب مني هبدأ ان انا اوفر لك الرفرنس ده. احنا كده خلصنا الجزء الاول بكتب ازاي? نلخص سريعا. قلنا الشخص ده لما يحب يتواصل معي هيتواصل معي ازاي? اه انا مين? آآ هفيدي الشركة في ايه? او ازاي? وليه انا اخترت الشركة دي او المجال ده? بنكتب من الاعلى الاقل طبعا بما انكم كلكم تقريبا او كلنا تقريبا اه تعليم جميعي فهتكتب التعليم بتاعك او البكالوريوس او الليسانس زي ما انت آآ اخدت شهادتك يعني. لو في تعليم دراسات عليا بتكتب طبعا الحاجة الاحدث فالاقدم. الاحدث فالاقدم. آآ طيب في ناس سألت سؤال الصورة. بص لو انت هتتكلم بشكل المفروض ان انت ما تحطش صورة. تمام? وبرضو انا معرفش اخلال يعني لو بنت مثلا يعني ما يتقلش ان الموضوع هيكون ظريف ان هتحط صورة لانه هو ممكن آآ يهاير حد بناء على الشكل مثلا ان البنت شكلها حلو. فاحنا عايزينها مثلا تكون موجود معنا في الشركة او 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 او. آآ ده موجود قليل قوي قليل صدقوني قليل بس آآ الفورمل الفورمل ان ما تكونش حاطة صورة. الا بص يا جماعة في حاجة بس حابب يعني ااكد عليكم اي حاجة احنا بنقولها بنقولها لو صاحب العمل ما طلبش. يعني لو الطلب في الاعلان ان خضرتك تكون حاطة صورتك. فاكيد ما تقوليش يا محمد انت قلت لي ما تحطش. تمام? احنا بنتكلم لو هو مش قايل انا ما بحطش. لان ده الفورمل. بس لو هو طلب صورة بحط طبعا صورة. تمام? لو طلب صورة انا بحط صورة. لو ما طلبش الفورمل لان انا مش بحط صورة. اشتركوا في القناة